السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم الحقيقة أن فيه خبر منتشر دلوقتي وموجود في أكتر من فيديو على اليوتيوب وهتلاقي موجود برضو على مواقع التواصل الاجتماعي خبر بيتكلم عن عملية للمخابرات المصرية داخل إثيوبيا الخبر بيقول أن المخابرات العامة المصرية نجحت في الاستيلاء أو تفجير شحنة أسلحة إسرائيلية ضخمة رايحة إثيوبيا والحقيقة اللي لفت نظر للموضوع هي التعليقات من بعض الأصدقاء على الفيديوهات اللي قالولي اتكلم عن العملية دي وبصراحة مدام عملية تخص المخابرات يبقى أكيد لازم اتكلم عنها طهيب أي حاجة بقى تخص القارة الإفريقية عايز تعرف أساسها أو مصدرها ادخل على مجلة اسمها أفريكا انتليجنس لاستخبارات الإفريقية كل الأخبار اللي بتخص القارة الإفريقية أو القرن الإفريقي هتلاقيها في المجلة دي الحقيقة أن دخلت على المجلة ودورت على الخبر ولقيت الخبر بالفعل المهم أن الخبر عبارة عن عملية مخابراتية مصرية خطيرة جدا جدا عملية مخابراتية مصرية ما حصلتش عملية في شنك الخبر غير حقيقي تماما طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل زي العنوان كده ما مكتوب قدام حضرتك إن إثيوبيا بتتهم جيش أو قوة مسلحة معينة استولت على شحنة جاية إثيوبيا الشحنة دي عبارة عن معدات أو أدوات عسكرية يعني مفيش أسلحة عسكرية معدات أو أدوات طيب إيه بقى اللي حصل وإيه أساس الحكاية بقى اللي دايرة اليومين دول؟ بصي عم اللي حصل إن فيه مشكلة حصلت ما بين أكبر شركتين موجودين في إثيوبيا الشركة الأولى اسمها ESL أو إثيوبيا شبينج لاينز دي شركة شحن إثيوبية كبيرة جدا الشركة التانية اسمها شركة ميتك شركة ميتك دي عبارة عن شركة للمأولات الصناعية مملوكة للحكومة الإثيوبية وتم تأسسها سنة 2010 اللي بيدير الشركة دي عسكريين إثيوبيين متقعدين تابعين لمكتب أبي أحمد شخصيا عدد الموظفين جوه الشركة 19 ألف موظف أول ما توضح حجر أساس بناء سد النهضة في 2 إبريل 2011 الحكومة الإثيوبية راح تجاي أوكالة الأمر كله لشركة ميتك قالت لهم بقى أنتوا توفروننا التصميمات الهندسية والخرائط وتجيبوننا كل المعدات اللي السد هيحتاجها المهم إن العقد المكتوب ما بين الشركة دي والحكومة الإثيوبية بيقول إن الشركة ملتزمة بتوفير كل الأدوات الكهروميكانيكية والهايدرو ميكانيكية وتوفير كمان التوربينات المطلوبة لتوليد الكهرباء من السد المهم بقى عمي إن شركة ميتك دي قاعدت خمس سنين كاملين ما نفذتش حتى نص العقد لنفذت التصميمات ولا حتى جابت التوربينات المطلوبة عشان تولد الكهرباء واتضح بعدها إن فيه شبهة فساد جوه الشركة وفيه اختلاسات لمبلغ يقارب الخمسة مليار دولار بعدها بقى اتقبض على 29 موظف ومدير جوه الشركة وكان على رأسهم مدير الشركة نفسهم العميد السابق كينيف دانيو المهم إن بعد شبهة الفساد اللي حصلت أم جاي أبي أحمد مقسم لك الشركة دي بقى لقسمين القسم الأول خلز ما هو كده للصناعات الهندسية والإنشاءات الهندسية وأصبح تحت إشرافه هو شخصيا القسم الثاني بقى عملوا الحاجة اسمها السلع العسكرية تصنيع السلع العسكرية وتوردها لوزارة الدفاع الإسيوبية يعني إيه بقى سلع عسكرية يعني زخيرة ملابس عسكرية معدات مثلا تخص العربيات المضرعات الحاجات اللي هي الصناعات الخفيفة مش صناعات عسكرية زي ما حضرتك متخيل شركة ميتك دي لما بتحتاج أي حاجة من برة من أي دولة من برة بتستوردها عن طريق شركة الـ ESL أو Ethiopian Shipping Lines كويس؟ يعني متك دي لو احتاجت أي حاجة من أي دولة خارجية بتجيبها مشحونة عن طريق شركة الـ ESL يعني دي بتنفع دي المهم من حوالي شهر شركة متك دي طلبت شحنة أدوات عسكرية أو معدات عسكرية الشحنة دي المفروض أن شركة اسيوبيان هتجيبها وتوصلها لحد اسيوبيان فجأة من حوالي يومين الشحنة دي اختفت المهم أن هما مش لقينها وملهاش أي أثر طيب التلميحات بقى رايحة فين التلميحات يا سيد الفاضل كلها بتدور حوالين جبهة التجري أو الجماعات المسلحة اللي هناك يعني مفيش أي حد خالص اتكلم عن دور للمخابرات المصرية يعني كل الأخبار والبوستات والفيديوهات اللي حضرتك بتشوفها بتتكلم عن العملية دي وإنها تابعة للجيش المصري أو للمخابرات المصرية كل ده كلام غير حقيقي تماما وتأكد تمام الثقة وتمام اليقين إن لو ده تابع للجيش المصري أو المخابرات المصرية هتلاقييني أول الناس اللي بيكلموك عنها ما تصدقش بقى التعليقات اللي بتقولك لا يا عم مصر هي اللي عملتها وإسرائيل مش عايزة تقول عشان ما تبانش قدام العالم إن هي اللي بتدعم إثيوبيا خد بالك عايز بس أفاهمك حاجة هي إيه أصلا اللي يمنع إسرائيل إنها تدعم إثيوبيا بالسلاح ما كلنا عارفين إن إسرائيل موجودة في إثيوبيا وإسرائيل لو عايزة تدي إثيوبيا سلاح إسرائيل هتنكر ليه والمخابرات المصرية لو عملت العملية دي وإسرائيل عارفة كله وتبقى دي زريعة إن العالم كله يبقى ضدك وإثيوبيا نفسها هتطلع تفضحك قدام العالم كله وهيقولوا بالدنيا كلها إن مصر دمرت لنا شحنة أسلحة ساعتها العالم كله بقى هيقف قدامك يقولك أنت عملت كده ليه وساعتها بقى هتحط نفسك تحت متراقة المادة 51 من قانون مجلس الأمن واللي بتقول إن من حق أي دولة ادفاع عن مصالحها بشكل عسكري وساعتها بقى أنت مش هتحط نفسك قدام إسرائيل وإثيوبيا بس لا ده أنت ساعتها هتلاقي كل الدول اللي وراهم بيحطوا عليك أنت أصلا دلوقتي بتحيد كل الدول جنبك وبتخلي العالم كله يقف جنبك عشان لما تضرب ضربتك اللي إن شاء الله كلنا منتظرينها ما حدش يبقى ضدك لكن تيجي أنت تغلط غلطة زي دي مستحيل جيشك مش بالهبل أو بالعبط اللي فيه ناس كتير عملة تتكلم فيه وتهرف كلام عالفاضي ملوش صنف اللازمة زي ما فهمت حضراتكم قبل كده الحرب مش حربة عسكرية وخلاص تطلع تلم جيشك وتروح تحارب وتنك راجع فيه حاجة اسمها الحرب المعلوماتية والمخابراتية وبتهيقلي اللي بيحصل قدامك دلوقتي على أرض الواقع بيوريكو بيعرفك أنت بلدك ماشي إزاي أنت لسه من يومين بس بلدك عاملة عاقد على 30 طيارة رفال اللي عايزك تعرفه أن صفقة الرفال دي تمت بضربة معلم تمت بضربة معلم عايزك تراجع كده صفقات الرفال اللي فرنسا عملتها كده مع الدول التانية مثلا على سبيل المثال صفقة الرفال اللي تمت ما بين فرنسا والهند تمت بكام طيارة 36 طيارة سعرهم كام سعرهم 7 مليار وتسعة من عشرة كويس كويس حضرتك بقى اشتريت منهم 30 طيارة بتلاتة مليار وسبعة من عشرة بتلاتة مليار وسبعة من عشرة يعني بنص السعر تقريبا والعلمك تمن الصفقة دي هتسدده على 10 سنوات من خلال قرد متاخد من جوه البنوك الفرنسية بضمان الحكومة الفرنسية نفسها طيب صفقة الرفال دي لما اتخدت من فرنسا ما نورتش عندك اللمبة الحمرة في أي حاجة طيب أنا بايا عم أقولك وأوفر عليك التفكير دلوقتي حضرتك لما رحت خط الرفال دي من فرنسا بضمان قرد هتسده على 10 سنوات ده معناه إيه؟ ده معناه أن أي عدم استقرار جوه مصر فأنت بالتالي هتبقى غير قادر على إيه؟ على سداد القرد؟ يعني بعد الله سبحانه وتعالى مين أول حد من مصلحته دلوقتي؟ أن دولتك تبقى مستقرة؟ وأنه يقف معاك وفي ظهرك لو رحت ودكت السد ده فوق دماغ أبوهم أكيد فرنسا وإلا مش هتقدر تسدله فلوسه وإلا صفقات الأسلحة اللي بينك وبينه مش هتتم ومش فرنسا بس ده فرنسا وكل اللي معاها اللي بيحصل دلوقتي أنك مش بتحيي الدول وبس لأ ده أنت كمان بتكسب وبتضم دول بتخليها معاك في صفك اللي جنبك واللي في ظهرك ربنا يحمي مصر وجيش مصر والأمة العربية جمعا لحد هنا وبتخلص حلقتنا النهاردة الحلقة النهاردة صغيرة عشان بس أنا حبيت أطلع أعرفكم المعلومة الصحيحة وإن في كلام كتير بيتقالي اليومين دول كلام غير صحيح تماما وتأكد أن لو عاملها صحيحة هتلاقيني أول الناس اللي بتبلغت بيها شكر جدا جدا لكم والوقتكم ويرب ما كونش طولت عليكم عاشت الأمة العربية متاح يا مصر وإلى اللقاء السلام عليكم